ازايكم عاملين ايه? النهاردة انا نزلت جبت تلاجة صغيرة. اصغر حاجة لقتها. عشان اعمل هيمدر كعرابي كولر. زي ما انتم شايفين هي التلاجة. هي التلاجة مش عريضة بس طويلة. يعني زي ما انتم شايفين اهو مسلا. تقريبا خمسة وتلاتين. هي مش عريضة بس طويلة. ده الحاجة الوحيدة اللي لقيتها كولر. عند المحلات بتاعت المطاعة. كله بيعمل تلج وتبريد عالي. انا كنت عايز حاجة كولر. بس انا ما قريت في المانوال هنا هم كتبيني ان دي وين كولر. فانا هستنى اشغالها واشوف هتديني اقراية حرارة كام. وهشوف هل هعمل فيها تعديل ولا مش هعمل فيها تعديل. بس انا لسه جايبها طبعا وحسيبها مفتوحة. وحنزل اجيب بيكن سودا وماء مقتر عشان امسحها من جوه عشان هي جديدة كلها ريحة بلاستيك. وطبعا لو شغلتها وحطت فيها السجار. السجار بتاعي كلها هيبوز. فلازم اول ما تيجي كده اجيب بيكن سودا. واجيب ماء مقتر. ماء مقتر عشان ما يعملش عفونا. وهمسحها كلها من جوه. اي حتة من جوه. لازم همسحها بالماء مقتر وبيكن سودا عشان يمتص ريحة بلاستيك فيها. عشان هي ريحة بلاستيك فيها فضيعة جدا عشان هي جديدة. على عمومة انا حانزل الوقت اجيب البيكن سودا وهاجيب الماء المقتر واخليكم معي. دلوقتي انا نزلت جبت الماء المقتر وجبت البيكن سودا بس هو ده مش ماء مقتر عشان انا ملقتش الماء مقتر في السيدلية. جبتي ده مكتوب عليه فين. ماشي يمشي برضو عشان انا ملقتش الماء المقتر في السيدلية. فانا جبتي دقريبا دول هحطهم هنا واحط عليهم بيكن سودا بيكن سودا ده عشان يشيل ريحة البلاستيك والماء المقتر ده او الماء المفلتر عشان ماعملش اي بكتيريا او اي عفن هنحطهم على بعض ونبتدي نمسح بهم التلاجة من جوه وانسيبها لتقريبا لمدة اربعة ساعات. دلوقتي انا جبت الماء المقتر وحطيت فيه بيكن سودا وهامسح كل التلاجة من جوه عشان ريحة البلاستيك دي بوز السجار. هامسحها كلها من جوه وهخلي الباب مفتوح مش هشغل التلاجة لمدة اربعة وعشرين ساعة. دلوقتي عد اربعة وعشرين ساعة من ساعة ما مسحت التلاجة من جوه. بالماء المقتر والبيكربونات سوديوم. زي ما انتم شايفين. الماء نشفت بس اتبقى العلامات البيضة دي هيدي البيكربونات. انا دلوقتي هامسحها بس بالماء المقلطر او المفلتر. اول ما انا جبت مسيضالية هامسح بيها كل الحيتات دي عشان اضيع بيها البيض. واحسبها تقريبا تلات ساعات او اربعة ساعات وبعد كده هبتدي ايه اعدلها. اه دلوقتي انا عدلت التلاجة. الاول جبت ترمستات كهربا. اهو. عشان التلاجة دي كانت درجة حراريتها اكتشفت ان هي من واحد لعشرة. فانا جبت الترمستات ده عشان اعدل فيها الحرارة. خليتها تشتغل من تمنتاشر وتفصل عند عشرين. زي ما انتم شايفين كده. اه اللي متعلق ده هو ده بتاع الحرارة بتاع الجهاز ده بتاع الترمستات الجديد. بس وهي الشغالة. وانا حاطت هنا علبة فيها وحاطت معا كيس بوفيدا. دلوقتي الحرارة تمام تمنتاشر هي بس المشكلة في الرطوبة. الرطوبة عالية خمسة وسبعين. فانا هحاول اغير الارفوف دي اعملها خشب وهحاول احط مع السجار اه اللي هي الورق السيدر اللي بيجي مع السجار ده بحيس ان هو يمتصر رطوبة شوية. دلوقتي انا ما عنديش مشكلة في الحرارة انا عندي مشكلة في الرطوبة. الرطوبة عالية. درجة الحرارة حلوة تمنتاشر. وهنا هو ما بين درجة الحرارة والجهاز بتاع شاومي ده في دليل حوالي تقريبا دقيقة. بس انا بس الرطوبة ما فيهش دليل. بس وبدأ شكلة التلاجة. فيها لد. حلو. وهنا المفروض حط لوجو او اي حاجة لسه هعمله. حجمها حلو يعني. بس. واحنا مع بعض لغاية ما نوصل لاحلى درجة حرارة واحلى رطوبة مع بعض. هشوف انا هعد لي هغير الرف هعمله خشب. وهحط برضو كزا علبة سجار بس انا بس مش عايز هحط كل السجار اللي عندي. غير ما هتأكد مية في المية من الحرارة والرطوبة. دلوقتي تقريبا عدى تلات اسابيع. انا مرضيتش هنزل الفيديو غير ما هتأكد كل حاجة تمام لو فيه اي مشكلة وجهتني اه وراها لكم. زي ما انتم سامعين كده هي دي اول مشكلة وجهتني اللي هو صوت للتلاجة عالي. لان التلاج كومبروسر. فهي عاملة صوت. بس ده مش مدينة قوي. بس ده من عيوب التلاجة دي. وزي ما انتم شايفين كده الرطوبة تلاتة وسبعين. بس الجهاز ده انا اشاكك فيه لاني حطيته لوحده مع بوفيدا. ولقيته مديني قرية غلط مع بوفيدا تسعة وستين وما ادنش تسعة وستين يديني تلاتة وسبعين برضو. فانا مش حشغل دماغي بالرطوبة لاني حطت بوفيدا خلاص. انا حشغل دماغي بالحرارة حرارة تمام. تمنتاشر. انا زابطة هنا. سبعتاشر تسعتاشر. بس. ايه اللي واجهني بقى. اللي واجهني ان برر لو حطيت السجار برر او الرطوبة بتاعها جدا. ليه? لان التلاجة دي زي ما انتم شايفين التبريد بتاعها من جوه. ففي مية المية بتاعتها بتبقى جوه التلاجة عكس التلاجات التانية الصرف بتاعها ببقى بره. فالمية هنا بتبقى عاملة رطوبة زايدة. زي ما انتم شايفين كده. الكمبروسر الموقف. المية دلوقتي كالتلج. هي هتحول لماية. مع المروحة اللي فوق دي. فالمية هتبقى عاملة رطوبة. بس فهو الحل الوحيد اللي انا هشغل التلاجة دي كولر. وبالنسبة للتابر وير. اه بالنسبة للرطوبة. الحل البوفي ده. مفيش حل تاني. يا اما بقى لو غيرت الادراك كلها عملتها خشب او جلتها من جوه خشب. اكيد الخشب ده السيدر هيمص الرطوبة. انا الاسف ما لقيتش خشب سيدر فلاقيت خشب مهجني او مجني بيقولوا لي مجني. فانا جبت كده كم قطع وحطتها. وطبعا في بوكسات هنا حطتها برضو. بس التلاجة دي شالت معي قد ايه? تقريبا هنا حوالي تلاتين سجار. وهنا خمسة وعشرين سجار. وهنا حوالي سبعين. وهنا العلبة دي فيها خمسة والعلبة دي فيها عشرة. يعني شالت انا متهيق لي يعني لو عملية التلاجة دي ممكن تشيل اكتر من تلتمية ربعمية سجار ممكن اكتر كمان. في حاجة تاني زولتني في التلاجة ما اعتقدش يعني غاد دلوقتي تلات اسابيع. انا عندي ما فيش اي مشكلة في الحرارة. ولا في الرطوبة. انا حطت بوف ده. وبصراحة يعني بطلع السجار بشربه على طول. ما بيتفيش. معنى كده ان الرطوبة اه قصدي اه ما بيتفيش معنى كده ان الرطوبة مزبوطة في السجار. ومفروض لو الرطوبة عالية تلاقي بيت في كل شوية اه ما تيجي تولعوه تحس ان حصل انفجار في في الربر جوة من الرطوبة. بس انا ما قابلت ليش اي مشكلة من الرطوبة. رطوبة مزبوطة والجهاز ده انا مش مش انا شكك فيه. لان كلمت كازا حد قال لي الجهاز ده القريب بتاعته مش مزبوط. وهم اصلا عاملين البوف ده عشان تريح دماغك من حوار الرطوبة ده. تحطه الكيس الكبير ده تحطه مع خمسة وعشرين سجار. وتريح دماغك. وفيك كس صغير تحطه مع عشرة سجار. بس تقريبا كده كل حاجة ممتازة. ما فيش اي مشكلة وجهتني. لا في الرطوبة ولا في الحرارة. التلاجة دي كلفتني كام? تقريبا ست تلاف جنيه. كنت جايب التلاجة دي اه بحوالي خمس تلاف ومتين. مع النقل مع التركيب مع كل حاجة تقريبا ست تلاف جنيه بس. على الحجم بتاعها بصراحة يعني. ممتاز. يعني هي تشيل معي كتير يعني تشيل معي سجار كتير. هي المشكلة ممكن ممكن تزعج حد تاني لو مثلا التلاجة دي في مكان قريب من من قوضة نوم مثلا او حاجة نصوتها عالي شوي. عشان هي مشكلة التلاجات الكمبروسر دي اللي هي او ما بتشتغل الرطوبة بتسقط لان الماء بتتجمد. وطبع الرطوبة عبارة عن مية. فالماء بتتجمد. واول ما ما بتطفي الرطوبة بتاعها. فهو مفيش حل تاني لغير اللي انت تستخدم التلاجة دي كولر بس تحكم في درجة الحرارة. بالنسبة للرطوبة مفيش حل تاني. غير يا اما تجلدها جوه من كلها خشب. عشان تمتص الرطوبة الزيادة. يا اما تجيب وده طبعا هيبقى غالي مش موجود في مصر. يا اما الحل السريع الجميل البوفي ده. حط كيس مع خمسة وعاشتين سجار وانساه لغاية وفي ناس بتعمل لي ممكن يقعد معك اتناشر شهر ممكن يقعد معك على حسب بقى ما يهلك. بس هي دي تجربة التلاجة وبصراحة انا ايام رايحاني بطلع السجار بشربه على طول ما فيش اي مشكلة. الجو بدأ يحرر شوية مش شغل دماغي باي حاجة. وحاطت هنا خشب برضو قلت عشان يمص شوية من الرطوبة الرطوبة يعني عالت برة اللي حطيت الجهاز ده وقريت برة هنا على الادراج ممكن يقرأ لي تمانين او خمسة وتمانين. الرطوبة عالية شوية لازاي ما انتم شايفين التلاجة الصرف بتاعها والمية بتاعتها والتبريد من جوه. مش من بره. والمروحة ايه? المروحة دي بتوزع الحرارة والرطوبة برضو. فايداني. هي اصلا التلاجة دي كات كولر يعني شريها جديدة كولر. شريها من هنا انا كنت شريها من منشايا من سولمة غربة. بس هما طبعا حرامية ما عندهمش زمة. كنت امتفق معهم على سعره واما روح تعلولي سعر تاني وبتاع. بس وده حجمها. حجمها حلو جميل. هي مشكلتها اللي هي طويلة بس مش عريضة. بس تاخد معايز جوار بقى ايه? ما تقولش لأ ام تحيق لي. والترموس تيتها والكهرباء ديجتال. تمنتاشر خليها مشتغل سبعتاشر او ستاشر تسعتاشر. بس وكيب بتمام تعالي الناس كتير او يسألت على التلاجة ويبقى هو ده الفيديو بقى اللي فيه كل حاجة. يلا لو لو عايزين تستفسروا عن اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات. سلام.